مدينة أفسوس ورح نعرف أيضا كيف تغيرت حياته وأصبح رسول للأمم أنا بدعوك أنك تشاهد هذه السلسلة سلسلة الدراسة من مدرسة أفسوس ورح تكون فيها استفادة وبركة روحية لحياتك وبشجعك أيضا أنك تشجع آخرين على هذه الدراسة رح تكون بمثابة مذاق حلو حتى تشجعك أنك تقرأ في الكتاب المقدس أعزائي ابقوا معي سأعود بعد قليل أعزائي مدينة أفسوس مدينة سياحية سواء كانت في أيام الرسول بولوس حيث كان يأتي السياح من كل أنحاء العالم ليشاهدوا هذه المدينة العظيمة منها طبعا مكتبة سلسيوس اللي كانت تعتبر تالت أكبر مكتبة في العالم بعد الإسكندرية وبعد برغاموس اللي كانت تحتوي على أكثر من 200 ألف مخطوطة في هذا المكان وأيضا ليس بعيد من هذا المكان المسرح الروماني اللي كان طبعا ممكن يجلسوا فيه 24 إلى 25 ألف شخص فالسواح تأتي من كل الأماكن حتى تشوف الأثرات القديمة وشكر خاص طبعا للرسول بولوس اللي ترك بصمي وطابع خاص في هذه المدينة وقبل ما ندرس أفسوس محتاجين ندرس من هي هذه الشخصية العملاقة شخصية بولوس الرسول اللي أثر في كل آسيا الصغرى وبالتحديد في هذا المكان وفي هذه المقاطعة بولوس الرسول اللي هو شاول الترسوسة ولد في ترسوس في مقاطعة كلكية وبحسب الكاتب جيروم أن أبوي بولوس هربوا من فلسطين بسبب الاحتلال الروماني وجاءوا وسكنوا ترسوس وطبعا اشتروا ودفعوا ثمن باهظ للجنسية الرومانية ويقال طبعا أن الرسول بولوس ولد في الجنسية الرومانية لأنه كانت ترسوس مقاطعة رومانية في آسيا الصغرى ترسوس أيضا كانت تعتبر واحدة من أكبر أو من أعظم جامعات العالم اللي كانت تضاهي الإسكندرية وأثينا بولوس الرسول طبعا اتخرج من هذه الجامعة بالثقافة الرومانية والحضارة الهيلينية والفلسفة اليونينية وبالطبع درس أكيد فلسفة سقراط أفلاطون وأرستو ودرس الفلسفات المعاصرة في أيامه فلسفات الأبيكوريين والرواقيين أيضا وأيضا كانت ترسوس تعتبر ملتقى الطرق أو ملتقى الحضارات التي كانت تربط بين حضارة الشرق وحضارة الغرب في هذه المدينة ولد شاول الترسوسة أو بولوس الرسول وحتى طبعا ما أشوش الفكر كان الشخص اللي بيحمل جنسية رومانية كان عنده ثلاث أسماء الاسم العبري مثل شاول والاسم الروماني وطبعا الاسم الثالث لربما يكون الاسم اسم العائلة كما العادات اليوم في الشرق الأوسط لكن أيضا بولوس كان شخص ضليع في الدين فكفريسي بعمر خمس سنوات بيبتدي يدرس الكتابات وبيدرس طبعا الوحي وكلمة الله ابن عشر سنوات بيبتدي يدرس التقاليد اليهودية ابن عشر سنوات بيتحول من الطفولة إلى رجول بيعملوا ما يسمى بارمتسفا ويسمى ابن الوصية وبيبتدي في دراسة عميقة جدا للشريعة اليهودية ابن عشر سنوات بيبتدي ينغمس في كل هذه الدراسات ويصبح عدو طبعا ودارس ضليع في هذه الأمور شيء آخر مهم جدا نعرفه عن بولوس الرسول أنه درس وتدرب عند رجلي أعظم معلم في القدس أورشليم جمال إيل اللي هو كان حفيد المعلم الأكبر أو من اللي جاء منه مدرسة هليل هليل كان متفتح نوعا ما وأيضا جمال إيل كان متفتح نوعا ما فلماذا كان بولوس متعصبا جدا ضد المسيحيين لربما رأى أمور أو اختبر إشياء ليحافظ على ديانته وعلى غيرته طبعا هو تكلم عن نفسه أنه مختون في اليوم الثاني من صبت بن يمين عبراني العبرانيين يعني هو الأصل والختم من ناحية البر طبعا كان عنده البر الذاتي كان غيور كان متطهد الكنيسة واتكلم عدة مرات عن شهادته من خلال كتاباته أيضا رح نعرف أكتر عن بولوس الرسول ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة